أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة أحد عشر إسرائيليا بينهم ثمانية جنود جراء صاروخ أطلق على بيت هلل بالجليل الأعلى من جانبه قال حزب الله اللبناني أنه استهدف مواقع زبدين والرادار ورويسات العلم الإسرائيلية بمزارع شبعة وحقق فيها إصابات مباشرة أضف الحزب في بيان أنه استهدف بالصواريخ آلية عسكرية إسرائيلية في قاعدة بيت هلل وأوقع طاقمها بين قتيل وجريح ينضم إلينا من مرجعيون جنوبية لبنان مراسل العربي علي رباح مرحبا بك علي إذا إذاعة الجيش الإسرائيلي تتحدث عن خسائر في صفوف الإسرائيليين وأيضا تتحدث عن رد بقصف مواقع لحزب الله أين هي هذه المواقع وهل بالفعل رصدتم آثار هذا القصف بالفعل محمد قبل حوالي الساعة ونصف الساعة من الآن أغارت الطائرات الحربية على عدد من المواقع على طول الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة من بين هذه المواقع أطراف راشية الفخار قد تكون من المرات القليلة التي تقصف هذه المنطقة أيضا على أطراف حولة وعلى أطراف عيت الشعب هذه المناطق بطبيعة الحال هي مناطق حدودية ومعرضة دائما للقصف الإسرائيلي نتحدث عن أطراف بلدات وليس عن البلدات داخل البلدات كما حدث يوم أمس في بيت ليف حيث استهدف منزل أو منزلين على الأقل بالغارات الإسرائيلية إذن الاستثناء الوحيد كان أطراف وادي الفخار طبعا هذا يأتي بعد استهداف حزب الله للقاعدة العسكرية في بيت هلل والذي قال في بيانه بأنه أوقع طاقم الألية العسكرية المستهدفة بين قتيل وجريح في هذه الأثناء محمد دعنا نشير إلى أن الهدوء عاد إلى كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة ولكن السؤال الأبرز هل يطول هذا الهدوء أم هو يعني لفترة وجيزة خاصة وأن الجبهة اللبنانية الجنوبية هي مرتبطة بالأحداث في غزة عندما كان هناك هدنة في غزة قبل حوالي الأسبوع انسحبت هدوءا على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة وعندما سقطت الهدنة وعادت الحرب إلى غزة اشتعلت الجبهة مجددا منذ ما بعد الجبهة محمد هناك تصعيد واضح على الجبهة الجنوبية وعندما نتحدث نحن عن التصعيد وإن كان المشهد هو مستنسخ عن الأيام قبل الهدنة ولكن التصعيد هو مرتبط بالشكل العسكري نتحدث عن نوعية عمليات حزب الله ونتحدث أيضا عن نوعية الأسلحة المستخدمة دعنا نشير بداية إلى أن قبل يوم من الهدنة كان حزب الله استهدف منزلا في مستوطنة المنارة وأوقع أربع قتلى للجيش الإسرائيلي بحسب طبعا البيان أنذاك وقال الإعلام الحربي بأن هذا المنزل استهدف بصاروخ حديث أو صاروخ جديد هو ليس صاروخ بركام بطبيعة الحال إذن قد تكون بعض المواقع الإسرائيلية في اليومين الماضيين تحديدا اليوم ويوم أمس منذ ما بعد الهدنة ربما هناك بعض نوعية جديدة من الصواريخ دخلت على المشهد هذا ما نقصده بالتصعيد بالمقابل التصعيد الإسرائيلي يعني استهداف المدنيين يعني استهداف المنازل يعني استهداف داخل القرى وهذا ما حدث بالفعل يوم أمس واليوم وحتى قبل يومين قبل يومين كان هناك استهداف لبلدة حولة داخل بلدة حولة وسقط الشهدان على الأقل وأيضا كان هناك استهداف لبلدة الجبين اليوم كان هناك كثافة ميران محمد تماما كما يوم أمس نتحدث عن الجانب الإسرائيلي باتجاه لبنان معظم القرى الحدودية بين لبنان وفلسطين المحتلة على الشريط الحدودي تعرضت أطرافها لقصف مدفع عنيف في بعض الأحيان طاولت القذائف داخل هذه القرى والبلدات بطبيعة الحال إذا ما أردنا التحدث عن الجو الشعبي أيضا يمكن الإشارة إلى أن معظم الذين عادوا من سكان هذه المناطق خلال الهدنة عادوا ونزحوا مجددا بعد الهدنة ومع التصعيد الكبير الذي تشهده الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة على المستوى السياسي علمنا أيضا بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال ناجيب نيقاتي يقوم حاليا باتصالات مع مسؤولين ورؤساء عالميين طبعا في محاولة لسحب فتيل أي حرب ممكن أن تطل برأسها على الحدود يأتي هذا طبعا بعد أن لوح الكثير من المسؤولين الفرنسيين تحديدا جون إيف لودريون ووزيرة الخارجية الفرنسية ووزير الدفاع جميعهم أعلنوا أو أعربوا عن خشيتهم الحقيقية من أن تمتد نيران الحرب في غزة إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة إذن ميدنيا الأوضاع الآن هادئة بعد سبع عمليات لحزب الله أو استهدافات لحزب الله أو هجمات استهدف فيها مواقع إسرائيلية وبطبيعة الحال تتواصل الاتصالات السياسية في محاولة لمنع دخول لبنان أو الجبهة الجنوبية في حرب حقيقية نعم محمد شكرا لك علي رباح مراسلة العربي من جنوب لبنان تحديدا من مرجعي شكرا شكرا لك شكرا لك شكرا لك